يسعد مساكم يا رب وكل اوقاتكم ان شاء الله دائما تكونوا بخير اليوم ان شاء الله بدي اعمل الكبسة بالجاج ان شاء الله تعجبكم يا رب واذا عجبتكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك هلأ هون انا عندي فرخة كاملة بدي هلأ اسلقة اول شي مشان اسلقة بدي حط شوية زيت بالطنجرة وبعدين رح هسقط الجاج بدي قلبهم هيك تقليبتين بس لحتى ياخدوا وش هلأ هيك بدي قلبهم بس لحتى ياخدوا الوش للطبقة الاولانية اللي متل ما انتوا هيك شايفين بعد ما اخدوا هلأ الوش طبقة هيك رح احط هلأ بندوراي كنت مقشرتها ونص جزرائب ونص كمان بصل متل ما انتوا شاهدوا هيك قطعتهم بعدين سخنت مي مي سخنة وحطيتها فوقهم هلأ هون رح اشيل الزفرة قبل ما احط اللبهارات قبل ما احط اللبهارات رح اشيل هيك الزفرة وبعدين رح احط اللبهارات أنا عندي هون اللبهارات عندي قرفة خشب وعندي ورق غار وحبهان وعندي كمان قرنفل وهون عندي التوابل هاي عندي معلقة ماجي وعندي معلقة كركم ومعلقة كمان كاري هلأ رح احطهم هيك فوق الجاج وحرقهم شوي واتركهم لحتى يستوه استوها كامل بعدين هيك شوفوا ما شاء الله بعد ما استويت عندي الجاج شوفوا ما احلى الشربة اللي طلعت منها اخر شي بحط معلقة ملح ما بحط باول شي الملح بحطوا اخر شي لما بشوف الجاج انه استوى بعد هلأ هيك ما استوى خلاص صار عندي جاهز رح اشيله عجنب ورح ابلش بالرز هون حطيت هلأ شوي الزيت ومعلقتين سمنة وفرمت بصلاية نعم هيك وححطها هلأ فوقهم وقلبهم اول ما بتبلش تستوي هون عندي البصلة رح احط هلأ هون جزرية مبروشة عندي كتبها عرشتها وهلأ ححطها فوق البصل هلأ هيك رح اقلبهم شوي بعدين رح احط معلقة توم توم مهروس وبعدين رح احط هلأ هون عندي اللفلافلا هاقلبهم هلأ هيك شوي مع بعض وبعدين هون كان عندي كان خمس بندريات اشرتهم وفرمتهم هيك فرمي وسط رح احط هلأ فوقهم كمان ورح اقلبهم لحت شوي بال شوي ستومعي بعدين هلأ هون رح احط مرقة تجاج هحط معلقتين بعدين هلأ هون رح احط معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة كاري ومعلقة كركم وهلأ هون عندي كمان معلقة قرنفل هلأ حطتهم هيك ورح اقلبهم شوي مع بعض بعدين رح احط هلأ هون مكعب ماجي بس يدوب رح احط هلأ هون الجاج اللي كمسة لقته هحطوا هلأ فوق البندورة والخضار اللي حتيتهم مشان ياخدوا النكهة تبع الخضار كله هلأ بس ياخدوا النكهة رح ابلش شيلهم على جنب بحطهم بجاط فيريكس او صينية مشان نحطهم بالفرن حمرهم ان شاء الله تعجبكم يا رب حبايي بقلبي واذا عجبتكم لا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك وبتمنى منكم تجربوها رح تعجبكم كثير ان شاء الله هلأ هون رح احط شوية تسمنة رح ادهنن هيك على الوش ادهنن بشوية تسمنة بعد ما حاد هنون رح احطهم بقلبي الفرن لحتى يتحمروا هلأ هيك صار عندي الجاز جاهز وهلأ هون عندي كيلو رز كيلو رز بسمتي رح اغسله واتركو منقوه عشر دايق او ربع ساعة بعدين هلأ هون عندي هاي السلسل اللي انا عملتها رح اشيل منها زبديتين هيك على جناب مشان اعملها نصوص حد هلأ هون حطيت معلقتين فلفلة حده ورح احركن هاي بتبتاكل قدام الرز بعد ما يستوي وعندي هون فلفلة خضرة كمان رح احطها هيك شوي افرمة وحطها فوق الزبدية هيك عندي الصوص هذا اللي قدام الرز صار جاهز بعدين هلأ هون رح احط الرز فوق الخضار ورح احركن شوفوا هلأ هيك مشاء الله بعد ما غلت انا عندي رح اغطيهم هلأ وتركهم على نار هادي هلأ هيك شوفوا مشاء الله بعد ما استوت عندي الاكلة صارت هلأ هيك جاهزة وساويت قدامها كمان صلطة خضرة وساويت بالشربة اللي زادت من مرقة الجاج ساويت شعرية شربة ونسان العصفور شوفوا هيك مشاء الله ان شاء الله تعجبكن يا رب حباية بقلبي بتمنى منكن تجربوها ان شاء الله حتعجبكن كتير شكرا كتير لقلكم على المتابعة ولا تنسوني من الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ولايك شكرا كتير لقلكم حباية ترجمة نانسي قنقر